الآية الكريمة جاءت حكايةً على لسان نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه وعلى أبيه الصلاة والسلام في سياق الخطة الإلهية التي حفظت وجوده ولمت شمله بعد فراق طويل وعطته العزة والمكانة والمكنة تحقيقاً وتأويلاً لرؤياه الصادقة وجمعته بإخوته بعد توبة وأوبة فعاد الوئام والصلة بعد تلك القطيعة الطويلة إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم واللطف ها هنا مرتبط بعلم الله وحكمته وبمناسبة الحكم والموضوع في الآية فإنه يراد منه أن الله سبحانه وتعالى يصل إلى تحقيق إرادته بمقدمات تخفى على الإنسان حيث إنه مع مواجهة التمرد وما يقطع الطريق بحسب ظاهر الأمر أمام تحقيق مشيئة الله وإذا به بإجراءات خفية تجمع هذه المنمنمات لتعود الدائرة إلى نقطتها التي حددها الله سبحانه وتعالى فهو عليمٌ محيط والعليم المحيط بعلمه بالتالي يحيط علماً بشبكة العلاقات الحاكمة بين مجريات الأمور ولذا يصل إلى مبتغاه من خلال مكونات لطيفة دقيقة خفية لا يلتفت إليها ظاهرها قد يكون على خلاف غرضه فحينما نتعرض إلى إخفاء ولي الله ونبيه في الجب ثم إلى بيعه بثمن بخس دراهم معدود وابتعاده عن مسقط رأسه وعن أفياء والده ودخوله تحت ربقة العبودية والاستعباد والرقية في بيت العزيز وما حيك له من كيد امرأة العزيز بما كان من شأنه أن يسقطه في أعين الناس وأن يضعه في قفص الاتهام ثم بعد ذلك من حيلة امرأة العزيز التي أرادت أن تبرر لنفسها وأن تحكم القبضة على يوسف لتشترك نسوة المدينة في مؤامرتها وإذا به من غيابة جب إلى نير عبودية إلى زنزانة السجن تتكاتف تلك العوامل لترقى بيوسف بعد ذلك ليصبح عزيزاً لمصر ترجمة نانسي قنقر